سادسا دعم قوات النخبة السورية العاملة في إطار التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب ودعم باقي الفصائل العربية للمشاركة في عملية التحرير وبقيادة عربية وقد تم الاتفاق على تشكيل المجلس العربي في الجزيرة والفرات ليكون معبرا سياسيا عن مصالح سكان المنطقة وحقوقهم ودورهم في إدارة شؤون محافظاتهم والمشاركة الفاعلة في رسم مستقبل سوريا كما تم تشكيل هيئة تنفيذية ونظام داخلي وبرنامج عمل تكون فيه الهيئة التنفيذية مسؤولة أمام الهيئة العامة للمجلس العربي في الجزيرة والفرات القاهرة في العشرين من سمتمبر أيلول عام 2017